من المشفى، مشفى التح بريف إدلب نتوجه الآن إلى غرفة الحواضن حواضن الأطفال كما نشاهد في الصورة ندخل أن هذا هو ما سلم من المشفى غرفة الحواضن، حواضن الأطفال تحولت إلى ركام وتدمرت بشكل جزئي داخل هذه الغرفة كان هناك أكثر من سبعة أو ثمانية أطفال داخل هذه الحواضن التي تعرضت لشزايا صواريخ الروس التي سقطت على هذه المشفى بشكل مباشر غرفة الحواضن إضافة إلى المخبر وغرفة الإسعاف التي من المفترض أن تكون الغرفة الأمن بالنسبة للجرحة المتواجدين في هذه المشفى لكن مع الأسف كانت اليوم غرفة الموت بالنسبة لكل من كان يتواجد في هذه المشفى حتى الآن شهيدين من تأكدنا منهم سقطوا إثر الغراط الحربية على هذه المشفى إضافة إلى عشرة إصابات من المدنيين الذين كانوا متواجدين داخل هذه المشفى ولا تزال الطائرات الحربية في الأجواء تحلق تحاول إسهداف أكبر عدد ممكن من المناطق في ريف إدلب الجنوبي والشرقي